حضرموت تساند شبوة ومارب حملة اطلقها ناشطون حضرميون ملخصين في اطارها الوعي بالعدو الواحد والمصير الوطني المشترك ووفقا للتفاعلات مع وسم الحملة الحضرمية فان الجميع يدركون انهم هدف لاجرام الميليشيا الايرانية وان الطريق الوحيد للدفاع عن حضرموت وعدن والمهرة وغيرها يكمن في الانتصار لشبوة ومارب في وجه الميليشيا المعتدية عليها الميليشيا التي لم تعد قيادتها تخفي ان مارب تحول بينها وبين استكمال السيطرة على كامل جغرافيا اليمن بل وصل الامر بالميليشيا ودعميها للإعلان صراحة من خلال موتمر عقدوه في العاصمة المحتلة صنعا عن اسقاط الولاية السعودية على الحرمين في انكشاف جديد لاهداف الايرانيين انكشاف يؤكد ان التكاتف لهزيمة الميليشيا الايرانية في شبوة ومأرب لا يمثل دفاعا عن حضرموت وباقي المناطق اليمنية فحسب بل هو الطريق والطريقة الوحيدة لهزيمة مشروع ايراني عينه على مكة فضلا عن مطامعه المتعلقة بباب المندب وميناء عدن وجغرافيا حضرموت وسواها من الاهداف المرحلية التي وضعتها ايران لميليشيا الموت ضمن التغريدات الكثيرة المشاركة في حملة الالتحام الحضرمي بشوبوة ومأرب كتب عبدالسلام باتيس ليدرك الحوثي ان حضرموت لن تكون الا سندا لمأرب وشبوة في معركتها لاجل الجمهورية ولعل الدماء الحضرمية التي اختلطت في جبهات القتال ضد المشروع الفارسي اثبتت ذلك بالبرهان والدليل وكحال تغريدة عبدالسلام جاءت الاف التغريدات الكاشفة عن ادراك الجميع لحقيقة ميليشيا الحرب الميليشيا التي تريد الاستفراد بالمحافظات والمناطق والمكونات واحدة بعد الاخرى في مخطط يدرك العقلاء ان من سيقعون في فخه لن تمنحهم الميليشيا ان تحققت اوهامها حتى الفرصة ليقولوا اكلت يوم اكل الثور الابيض اسلام عليكم اك 2022 ترجمة نانسي قنقر